اشتركوا في القناة بعد ان كان الامين العام لحزب بوديموس قد وصف لاعب الباسيتي بانه من النازيين الجدد ادارة الدوري الاسباني لكرة القدم اصدرت بيانا رسميا لدعم قرار الحاكم وقف اللعبة وادان اتحاد كرة القدم الاوكراني سلوك مشجعي فريق رايو فاليكانو واصفا اياه بالتحريض على الكراهية العرقية وضع ايضا الشرطة الاسبانية للتحقيق في هذه الاهانات كراهية الاجانب والتحريض على الكراهية العرقية والشغب لا يمكن ان يطلق خلاف ذلك على ما حدث في اسبانيا يجب ان تكون الاهانات الموجهة الى مواطننا واوكرانيا موضوع تحقيقا شامل من قبل الشرطة الاسبانية توافق ادارة الدور الاسباني على القرار الذي اتخذه الحكم بتعليق المباراة بسبب الاهانات الجسيمة والتهديدات ضد رومان زوزوليا نواصل العمل للقضاء على العنف والعنصرية وكراهية الاجانب ازمة اللعب الاوكراني بدأت في عام الفين وستة عشر مباشرة بعد ان اصبح زوزوليا مهاجما في النادي الاسباني رايو فاليكانو خاصة وانه معروف بانشطته التطوعية لصالح الجيش الاوكراني اكان ينشر صورا يرتدي فيها بعض الملابس التي ترمز الى النازية زوزوليا اعترف بخطائه عندما نشر الصور واعتذر لكن اتهامه بدعم اراء اليمين المتطرف لم يتوقف